إذن وصفة للكرش ومشاكل للكرش الشاي الأخضر اعتادوا عليه في هذه الأيام اللي هي أيام الأعياد الشاي الأخضر نعمة ضد الأورام مفيد فوائده جدا عظيمة للتنحيف حتى مدر للبول الشاي الصيني إذا أردنا أنه نخف كمان بسرعة بنضع عليه القليل من قشور الرمان رشة خفيفة فبالتالي بناخذ منه ملعقة على كوب من الماء والله إنه مثل السحر مرتين باليوم ولا تنسوا قطعة الباذنجان قطعة الباذنجان لكن مشكلة الباذنجان بده استمرار ثلاثين يوم وأتحدى إنه نجلس أو نوقف على الميزان والله السمينة والاسمين اللي يجلس على الميزان ما يقوم ينكسر الميزان لكن أنا أنصحكم ثلاثين يوم بالباذنجان الني حتى اللي عنده كوليسترول واللي عنده ماء مختبس واللي عنده دهون فبالتالي بنستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى خبير صالي سانا عندي ألم بالمعيدة تمام رجعت طبيب صرت ناظورة قالي عندك التهاب خاصة المعيدة قالي عندك التهاب بالمعيدة تمام تمام كم عمرك أمري صلاة وعربع سنة كيف أكلك نعم كيف الأكل شكرا لإتصالك يا أم أكرم وتواصلك معنا وروح كل عام أنت بخير كمان مرة واحد كيلو من العسل روح اشتري عسل بس بالله عليك يكون العسل عسل أصلي وحط عليه ست ملاعق ضاع عليه بالعربية ضاع عليه أو حط عليه ست ملاعق من بودرة العكبر العكبر أقوى مضاد حيوي خلقه ربنا ما صنعه إنسان بصنعه النحل ديروا بالكم اخلطهم مع بعض اتناول ملعقة صباحا على الريق وما تشرب قهوة بعديها ولا شيء ترك ساعة بعدين افطر ابعد عن الفلفل عن صلصة الطماطم أو الطماطم أو أي طبخة فيها طماطم مطبوخة طماطم عادية كل مثل ما بدك مثل ما هي كل لكن بذنجان مقلي أي شيء مقلي خصوصا البطاطا المقلية ابعد عنها فبالتالي إذا أخذت ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار بتستفيد لكن تعال إذا عندك بامية تعرفوا البامية تكون ناشفة اطحنها مثل البودرة قبل كل وجبة أكل قبل الفطور والغداء والعشاء خذ ملعقة على الفم واشرب وراها قليل من الماء بتغلف المعدة من الداخل وهذه مجربة وهذه وصفات أيام زمان وبتستفيد كثر من تناول عصير الرمان لكن عصير الرمان لما تعصر الرمان الحبل بداخل الرمان عليه غطاء أصفر مع اللب بتاعه يعني أعصره أخذلك كوب بكفيك باليوم بدك كوبين ما في مشكلة بدك ثلاث ما في مشكلة لكن التزم بكوب يوميا بتستفيد أيضا قطعة بطاطا نية البطاطا قطعة صغيرة نية حطها تحت الأدراس كلها يا أخي بطاطا مفيدة اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد بكل فيديو جديد اشترك